اشتركوا في القناة والذي يأتي ضمن مبادرات خالد بن حمل لدعم الشباب في المجال الثقافي وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته الكبيرة بما شهده سموه من تحدي كبير من قبل المشاركين من شباب مملكة البحرين ومن شباب دول مجلس التعاون في هذه الجائزة والتي أكدت رقبتهم الجامحة وشقفهم الواضح على خوض هذا التحدي لكتابة رواية في 24 ساعة مضيفا سموه أن ذلك كله عكس ما يتمتعون به من مخزون أدبي وثقافي لكتابة الروايات والذي سهم بحد ذاته في نجاح هذا التجمع الثقافي الخليجي وقال سموه أننا نفخر بالطاقات الشبابية البحرينية والخليجية التي شاركت في هذه الجائزة والتي برهنت على امتلاكها لقدرات ثقافية وأدبية كبيرة ترجمها هذا التحدي الذي وصل عدد الكلمات فيه إلى حوالي أكثر من نصف مليون كلمة فقد استطاعت هذه الجائزة خلق أجواء من الحماس والإثارة والندية بين المشاركين والتي سهمت بدورها في تحقيق الأهداف التي رسمناها لتعزيز كتابة الروايات في مجتمعاتنا بدول المنطقة والتي تعتبر واحدة من الوسائل التي تعبر عن الثقافة التي يمتلكها الشباب والذي بدوره يدفع لإيجاد جيل من الشباب قادر على مواصلة العطاء في هذا الجانب الأدبي وعرب سموه عن تهانيه للمشاركين الذين استطاعوا أن ينهوا الكتابة الروايات وأن يبرهنوا من خلالها على قدرتهم الكبيرة في التأليف ورص الأفكار والإبداع في نثر المفردات الممزوجة بالخيال والمرتبطة كذلك بالكم الكبير من المعرفة الثقافية والأدبية والتي استطاعوا من خلالها أن يقدموا مجموعة مختلفة من الروايات وأشاد سموه بالتنظيم المميز لهذه الجائزة وبالدور البارز الذي لعبته اللجنة المنظمة واللجان العاملة لإخراجها في أبهى حلة وتهيئة الأجواء الملائمة للمشاركين لخوض هذا التحدي والذي أسهم بدوره في تنفيذ توجيهات سموه الرامية لإنجاح هذا الحدث مقدرا سموه التعاون الكبير من الرعاة والمساهمين لدعم إقامة هذه الجائزة شكرا سموه في الوقت ذاته جهود وسائل الإعلام المختلفة لتقطيتها المتميزة فعاليات الجائزة تواصلت فعالية جائزة الخليج العربي للروائين الشباب عام 2018 في يومها الثاني وواصل المشاركون وضع لمسات الأخيرة على مشاركاتهم في المسابقة في الوقت المحدد ألا وهي 24 ساعة هذه الفرصة أشوفها جدا ناجحة وجدا متقدمة لأننا اليوم قاعدة أشوف المشاركات من دور الخليج العربي وهناك نوع من الإقبال على هذه المشاركة وطبعا مثل اللي يفوز في هذه المسابقة هي طبعا راح يتطبع روايته فهذه يعطي إضافة أكثر والله أنا مبسوط جدا من الشيء اللي قاعدة أشوفه لأنه الأمانة نحتاج هذا النوع من المبادرات اللي يمكن الشباب اللي خلني نقول عندهم صنعة والصنعة هذه تحتاج أنك أنت يد بسيطة ترفعهم بطريقة احترافية وهذا الشيء البسيط اللي يبحثون عنه فكون أنه يلقون مكان مهيئ بهالإحترافية وبهالأجواء يعني يحتضنهم فهذا باعتقادي حاجة يعني قدمت لهم كهدية أي واحد راح يتعدى هذا التحدي ورح يكون له شأن كبير للمستقبل لأنه الآن قاعد يسوي شيء وايد صعب حتى على الروائيين الكبار فبمجرد ما ينجز المهمة اللي هو فيها الحين إن شاء الله راح يكون لهم شأن وهذا دعم طيب منكم حق الشباب شكراً للبحرين شكراً لكم على هذا الاهتمام وهذا الكرم شكراً على هذه القائزة شكراً لسمو الشيخ خالد لأن هذا العطاء للشباب هو الذي يقعد في هذه الأرض ثمرات ستعطي وكلها ذاته يوم بإذن الله خيراً طيباً على هذه الأرض الطيبة شكراً لكم التنظيم والاهتمام جداً لفت انتباهي وكذلك وجود جائزة مثل هذه بدعم مثل سمو الشيخ خالد هذا شيء وايد كبير ونشكره جداً على تبني لمواهب طاقات الشباب وتميزت المسابقة في هذه النسخة بالحضور البارز للكتاب والروائيين من مختلف دول الخريج العربية الشقيقة بإضافته إلى البحرين وأيضاً وجود الاستوديو التفاعلي الذي نقل كافة لحظات المسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مباشرة عبر البث الحي على مدار يومين متواصلين طيلة فترة المسابقة وشكلت الإضافة النوعية لهذه النسخة وجود نظام متطور للكتابة يستطيع من خلاله المشاركون معرفة عدد الكلمات التي أنجزوها وحفظها بشكل ألي وعبر المشاركون عن بالغ شكرهم على تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لدعم هذا المحفل الثقافي المتميز تقريباً قاعد أشارف على نهاية القصة يعني هو فيه توتر اليوم أكثر من أمس لأن أمس كان عندنا شعور أن فيه يوم ثاني ممكن أن نكمل الرواية بس اليوم هو اليوم الأخير يعني وعدد الساعات المتبقية جداً قليلة وفصاير أنه إحنا مثلاً فيه سباق مع الزمن مثل ما يقولون أننا نحاول ننهي القصة بأسرع وقت ممكن في بداية الأمر أحب أشكر الشيخ خالد بن حمد على المبادرة الطيبة وأحب أشكر جارية الوطن برئاسة يوسف البن خليل بهذه المبادرة التي تحفز الشباب على أنهم يكتبون وإحنا محتاجهم فعلاً مثل هذه المسابقات لأن نعرف الشباب في هذا الوقت ما عندهم أي وقت أن يكتبون فعندهم في التلفونات 14 ساعة فهي وقت حلو أنه ممكن يستفيدهم فيه عشان يقدرون يكتب الروايات حق الشباب ويستفيدهم منها اللي لفت انتباهي في الجائزة أن عدد المشاركين جداً كبير ما توقعت أنه فيه الكم من الشباب المهتمين ثقافياً في عالم الروايات والكتابة فكان شيء جداً جميل أن ننتقي بهالعدد من الوجوه الشابة المهتمة في المجال الثقافي في مجموعة مشاعر شديمة ناقضة كلها تتجمع لأن تكونين وجهة اللي باجهوية الكتابة فتسمعين شخصياتش بطريقة مختلفة بدون أي مقاطع المكان مهيئ حق تسمعينهم فتكتشفين واجد أشياء أنت مثلاً حط كاركتر وحط خصائص معينة قبل لا تدخلين بس عقب ما تدخلين الكاركتر تفرض عليش أشياء واجد أكثر تفاصيل ما كنت تتوقعينها هذا وتختتم المسابقة بعد مرور 24 ساعة على بداية أولى الحروف التي سطرها المشركون لنيل لقب جائزة الخليج العربي للروئين الشباب لعام 2018